موسيقى لحظات الدوري الختامية تبدأ من الجولة الثانية والعشرين موسيقى قمة الجولة تجمع الهلال والشباب موسيقى وفي محور آخر في هذا المساء الجماهير تعاقب مستويات اللاعبين السيئة بعدم الحضور موسيقى أهلا وسهلا فيكم من جديد المتابعين الكرام كانت هذه عنويننا سندخل في تفضل موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لن تغيب المتعة ولن تلقي الظروف ظلالها فالزعيم والليث في منافسة مباشرة شكراً عبدالله رشيد على هذا التقرير بالتأكيد سندخل في تفاصيل كثيرة في هذا المسائل لكن قبل ما ندخل في تفاصيلنا الهلال هو لا يزال يتقدم في المواجهة مع الجزيرة الإماراتي بهدف مقابل لا شيء والاتحاد التعادل السلبي يخيم على هذه المواجهة حتى دقيقة 85 تقريباً قبل ما نبدأ على الهواء يسعدني أن يرحب بضيوفنا اللي جاءوا خصيصاً للحديث حول مجرية هذه الحلقة أبدأ أولاً بالدكتور عبدالعزيز الخارج المدرب الوطني الناقد الرياضي المعروف والمحلل أيضاً مساء الخير دكتور مساء النور طارق ومساء النور للجميع وتمنى فعلاً نقدم حلقة جميلة وفيها ذكريات المكان هذا أكيد أنت دائماً في القلب الله يسلم أمرك الله يبارك كثير شكراً لوجودك من جدة أيضاً متابعنا الكرام الزميل محمد الماس الناقد أيضاً الصحفي أهلاً بك محمد مساء الخير شكراً لوجودك معنا مساء النور وسرور زميلة طارق سعيد بلقائك سعيد بلقاء الدكتور عبدالعزيز وبإذن الله حلقة مميزة كالعادل إن شاء الله عدلاء اليوم لازم تساعدني على الدكتور شوي طبعاً أنا ما أقولها مجامل على فكرة الدكتور ما شاء الله عليه يبي له يبي له واحد معه يعني أستن مارتن مثلاً لا لأستاذ محمد أو لفراري عشان يمشي بسرعة بكل أمان أنا سعيد جداً يكون مع أستاذ محمد مع الدكتور عبدالعزيز ستكون إضافة ثرية بما شاء الله الجميع إن شاء الله الله يحييكم علي أتحال خلانا ندخل شوي بالتفاصيل الفنية ساء يعني أخصص الدكتور عبدالعزيز الخارج بشكل كبير جداً للتفاصيل الفنية وبعض الأمور الإدارية أكيد بنناقشها مع محمد المصد لكن أسألك دكتور أول شي قبل ما ندخل في تفاصيل أو في عمق مباراة الهلال والشباب إيش العنوان البارز اللي أنت تعطي لي مباراة الهلال والشباب من أي زاوية تنظر لها هي زاوية المرور إلى مواجهة الأهلي يعني الهلال أمامها الشباب طبعاً ما فيها تأثير كبير وإن كانت على الجانب الضغط النفسي على إدارة الشباب وعلى مدرب الشباب الكابتن فتح الجبال ولاعبين الشباب في ضغط نفسي لا شك بحكم الفريق في آخر ثلاث جولات أو جولتين يخسر فالهلال هو المحتاج للمباراة مباراة بالنسبة للهلال هي المحك بصراحة إذا عد الشباب سوف ينتقل إلى مباراة الأهلي في مباراة فاصلة لأن الأهلي والهلال من يكسب كل مباراة سوف يحقق الدوري هذه معادلة واضحة والجميع يعرف هذا الشيء من يكسب الخمس مباراة يحقق الدوري ممتاز هذا ما دخل بالنسبة للهلال والأهلي يعني إذا لا للخسارة وهذا أهم شيء ممتاز محمد أش عنوانك البارز لهذه القمة سباق الصدارة طبعا يعني الهلال كثير المباراة طبعا مباراة مرتقبة دائما بين الهلال والشباب صعب تستبعد حضوظ الشباب حتى وإن كان فيه فرق كبير في الإمكانيات والطموحات الحالية العنوان الأبرز سيكون هو يحدد بعد مباراة الأهلي لأنه ستنتهي ثم تبدأ مباراة الهلال الأمور النفسية سيكون عنوان كبير جدا لو فاز الأهلي ستكون فيه ضغوطات كبيرة على الهلال ممكن تعطي أفضلية للشباب لمواجهة الهلال وهو عنده ضغوطات للحاق بالأهلي إن حقق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى هي مباراة وسباق للصدار مباراة مهمة رغم فرق الإمكانيات الكبيرة إلا أن دائما تبقى منتظرة المباراة بين فريقين كبار مثل الهلال والشباب طيب محمد أبقى معك إذا سمحت لي إلى أي مدى ممكن تكون الجوانب الإدارية مؤثرة بشكل كبير على هذه المواجهة بمعنى أن الشباب نعرف أنه في الفترة الأخيرة الحقيقة لم يعد الشباب هو الفريق الذي صراحة صار يمتعنا كرويا بل أصبح يتلقى الخسائر واحدة وراء الأخرى بالمقابل الهلال أيضا يبغي يحافظ يبغي يحصل على الدوري أكيد الأمور الإدارية بالنسبة له يجب أن تأخذ جوانب محددة إلى أي مدى سؤالي سيكون التحضير الإداري هنا وهناك مختلف في مثل هذه المباريات أكيد سيكون الثقل النفسي له دور كبير جدا في ترجيح كفة الفائز في هذا اللقاء الدور النفسي طبعا يتعلق بالإدارة دائما الفرق الكبيرة والتي عندها طموحات كبيرة مثل الشباب ويمر بهذه المرحلة دائما تكون مبارياته مع الفرق الكبيرة مثل الهلال والمرشحة والكبيرة تكون فرصة للعودة دائما أو لإبراز إمكانياتك أو تحدي خاص بين اللاعب وبين نفسه أمام جماهيره لتقديم شيء غير لما يلعب مع بقية الفرق غير لما تلعب مع فريق بطل بالنسبة للهلال الأمر إمكانياتك كبيرة فرصة قائمة في البطولة لا زال المشوار لم ينتهي حتى مع أي نتيجة لهذا اللقاء الهلال معودنا على التركيز في هذه المباريات السباق وإن كان الهلال حصل له أكثر من درب في الدوري إلا أن هذه المرحلة يمر بمباريات جيدة ويبدو حتى الآن أنه أموره في آسيا جيدة للعودة والتركيز في الدوري من جديد المباراة والدور الإداري له جدا دور كبير جدا بسبب الأمور النفسية التي ستخيم على اللقاء كيف تعزي اللاعبين الهلال وتبعدهم حتى عن التأثير السلبي لو حصل من مباراة الأهلي هذا طبعا دور إداري كبير نعرف دائما أن الهلال قادر على احتواء لاعبي وتركيزهم في هذه المباراة طوال الموسم عندنا كثير من الشواهد في عودة الهلال فما بارك وهو الهلال مستقر الآن نفسيا وإداريا وفنيا طيب بالمناسبة الهلال ينهي الشط الأول بتقدمه 1-0 على الجزيرة الإماراتي الاتحاد ينهي المباراة بالتعادل السلبي هناك مع النصر الإماراتي بالتوفيق إن شاء الله تعلهم جميعا دكتور خلينا نبدأ بالهلال وأبدأ تحديدا بالجهاز الفني أنا أعرف بأن هذا الموضوع تم نقاشه في فترة سابقة كثير على موضوع دونس هل بالفعل أصبحنا ناس عاطفين بتعاطينا مع هذا المدرب أم بالفعل أن دونس يحتاج إلى أن يوضع تحت المجهر أنا أعجبني كلمة الأستاذ محمد في إعادة الثقة بالنسبة للشباب نعم لأنه فعلا المباراة أمام الهلال لو الشباب استطاع أن يكسب الهلال ستعطي ثقة كبيرة جدا للإداريين وللاعبين وللجهاز الفني هذا مدخل مهم جدا تأثير على الهلال استمرار للمنافسة فالجزئية التي ذكرها الأستاذ محمد مهمة جدا في تقييمنا للمباراة فيها جانب نفسي كبير جدا لأنها إعادة الثقة فعلا للإعادة الشباب بالنسبة للدونيس وبالنسبة للهلال فنيا لو تسأل أي واحد يتابع بيقولك آخر مدرب هذا محقق آخر ثلاث بطولات بالنسبة للهلال يعني محقق ثلاث بطولات مع الهلال ومع ذلك غير مرضي لجماهير الهلال الهلال تعوده دائما جماهير تعوده على أنه النقد من أجل التصحيح لماذا؟ لأنه لما تقنعني فنيا في الملعب كلاعبين أو كمدرب فني فمن حق الجمهور أو حتى الناقد الرياضي أن يضع علامة الاستفهام يعني أنت نتحدث عن فريق مليء باللاعبين مليء بالنجوم حقيقة الهلال الأهلي نأخذ جزء من الاتحاد فيه لاعبين فيه عناصر فيه أسماء فعندما تشاهد حتى النصر يعني من حق الجمهور الآن نتحدث عن ليش معوجود هالنجوم الكبار لا نشاهد أداء فني جيد وتخسر بنتائج أو أحيانا تقدم حتى أداء فني هزيد فهل على ما تستفهم من حق الآن جمهور الهلال أو أي ناقد رياضي أن يتحدث عن الهلال عندك عناصر عندك عمل إداري الحقيقة أنا في رأيي أنه من أفضل مراحل اللي مرت على الهلال للعمل إداري رئيس النادي الأمير نواث بهدوء بعيد عن الإعلام وهذا جانب مهم لا يضغط اللاعبين جانب كذلك مهم ووجود الكابتن فهد ينفرج أنا في رأيي أنه من أفضل الإداريين المروا على تاريخ الهلال أولا تجربة طويلة في الهلال ولاعب من ضبط عندما كان يلعب طيب والآن يقدم إذن الجزئية بصل جاز حط لي دونس وسمح تحت المجهر بالضبط الآن أنا أقول المدرب ما لعذر وحتى اللاعبين ما لهم عذر لأنه خلنقول منظومة العمل أو أساس العمل في العمل الإداري جيد إذن اللاعبين عناصر جيدة لكن لماذا أحيانا يتراجع الأداء إذن على ما استفهم ربما يكون في التكتيك في التوظيف في اختيار العناصر في التغيير أثناء المباريات هذه كلها جزئيات في المباريات تعطيك الأهل الانطباع إذا أنت بدأت صح تلعب أمام فريق قوي أو فريق ضعيف أو متوسط كيف تتعامل مع المباراة اليوم أنا أعرف أن الفريق الأمامي يلعب دفاع إذن لابد أن نفعل الأطراف جوانب فنية مهمة الهلال في رأيي قدم مباريات عالية في المستوى فنيا للمدرب فيها دور وللاعبين دور وفي مباريات قدموا مستوى هزيل جدا وكأن الفريق ينافس على الهبوط لللاعبين دور وللمدرب دور بس أنا لما سألتك عن دونس تحديدا دونس كل العالم متفق بأنه غير شخصية كبيرة بالنسبة للهلال أصبح غالبية اللاعبين يسجلون بل الكل باستثناء الخالج راحيلي صحيح اللي ما يسجل صحيح هذا التعاطي مع هذا المدر بهذه الطريقة وكأنه أنت تمشي كويس 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 بعدين أي دور يصير لك أو أي نزول في المستوى يعني سنة السيوف على هذا المدر بشكل غير طبيعي هذه كرة القرى لذلك أنا أقول لك إحنا عاطفين ولا هذا منطق أفهم ولا هذا منطق لا منطق لأنك أنت فريق تنافس على البطولة منطق أن يسن السيوف على أي دروب أو خفا لا لا أولا لن تستطيع أن تمنع الناقد الرياضي أو تمنع المتفرج العادي أن ينتقد خاصة المشجع الهلال المتحمس يعني هو يحضر مباريات اللي يحضر في الملعب ويتابع ويرى أن هذا الفريق استحق البطولة لا يمكن أن تأتي وتقدم أداء هزيل نعم ممكن تقدم في شوط في مباراة ما لكن تأتي في عدد مباراة الهلال خسر نقاط بكل صراحة تضع علامة استثام كبيرة تحمل جزء كبير منها على اللاعبين وتحمل جزء كبير منها على الكابتن دونيس نعم بكل أمانة طيب على اعتبار أنه محمد أن المباراة طبعا في شوطها الأول انتهى 1-0 للهلال فالدور الأول أنا أقصد لكن مع ذلك حتى في الهلال تشوف أنت التعاطي الإعلامي تحديدا مع الهلال سواء في تواضع مستوياته أحيانا أو خسارتها من مثلا بعض الفرق مثل الاتحاد هو خسر دهاب وإياب من الاتحاد تشاهد أيضا أن التعاطي الإعلامي قوي جدا ويقف أيضا لمصلحة الفريق هل هذه من العوامل المحفزة المساعدة للفريق أنه يقف بشكل كبير جدا ويظل يعطي داخل الملعب الهلال مع الأهلي في هذا الموسم يعتبر من أفضل فرق فنية داخل الميدان وأيضا كمنظومة عمل وإنشاب العمل أحيانا بعض الملاحظات دائما كجماهير النقد مرآة العمل تعليق على طبعا كلام الدكتور عبد العزيز واتفق معه كثير النقد مرآة العمل دائما ننتقد ولكن فيه عاطفة كبيرة جدا في التعاطي مع الأندية الجماهيرية يتجاوز أحيانا المدرج والإعلام كثير عندما يطالب بهدم هذا العمل بالكامل والبدء من الصفر في خلال أنك أنت يعتبر من ضمن منظومة الأندية السعودية تعتبر الأفضل في الميدان نعم فيه تراجع كبير في المستويات فيه هبوط كبير في المستويات بعض الفترات السابقة بالذات جعلنا أبدا ما نراهن لا على الهلال ولا على الأهل ولا على أي فريق ينطلق في المنافسة نشعر دائما أنه أي نتيجة متوقعة من الفرق التي فيه أسفل الترتيب أو المتوسط أو الجميل أصبحنا الغينة كلمة مفاجأة من مباراة الدوري ولكن للأمانة المدرب من خلال مسيرته الكاملة مع نادي الهلال من وصوله في منتصف الموسم والبصمة الفنية القوية وحتى الآن يقدم شيء مرضي للهلال كمسيرة فريق لكن دائما المدرجات الكبيرة طموحها بدون سقف تبحث فقط عن البطولات واستمرار النتائج الكبيرة طيب دكتور بالمقابل الشباب اللي بدأت دوره الثاني بتغييرات فنية وحتى في الكادر التدريبي خمس انتصارات متتالية يقابلها ثلاث أو أربع خسائر متتالية والله فعلا هي علامة استفهام كبيرة بالنسبة للشباب أنا أولا أجزم تماما الكابتن فتح الجبال يمتلك الكثير من العمل الفني الجيد بكون صراحة تجربته في الفتح يعني وأنا شخصيا عملنا مع بعض في نادي السيدوس للأمانة بداية الكابتن فتح كانت في نادي السيدوس وعملنا مع بعض لموسم كامل وأتذكر ذلك الرجل فعلا اللي فعلا عنده الجوانب الفنية وحتى الجوانب حسن التعامل مع اللاعبين والعلاقات الممتازة جدا يعني مدرب مقبول ومحبوب من اللاعبين في الفتح عمل حقيقة عمل جبار جدا لكنها كانت الفرصة يعني لا يمكن هو من خلال الموسم اليوم لو نحكم على المدرب أنه يكسب خمس مباريات ثم يجي يخسر ثم مباريات ونحكم على الكابتن فتح الجبال أنه في ظل ظروف الشباب الآن المحيطة فيه سواء ابتعاد أعضاء الشرف الضغوط اللي على رئيس النادي للسيد عبداللقريني أو حتى على اللاعبين ثم نطالب الكتن في الجبال أنه لا بد أن تحقق بطولة أو تعمل عمل خارق يجب أن نقدر هذه الجزئية بالذات فنيا الشباب على مستوى العناصر يتراجع بشكل واضح على مستوى اللاعبين اللاعبين لا يقدمون مستوىاتهم المعروفة عنهم لكن الدكتور الفوز يجي بالفوز والخسارة يعني اليوم لا تمتلك الشباب لهم فاس خمس مباريات متتالية تشوف الروح المعنوية عالية جدا عند اللاعبين صحيح بعد أن جاءت الخسائر وراء بعض وصار فيه إحباط طبعا هذه كرة القدم طبيعي طبيعي الإحباط يجي على لذلك يسير دور الإدارة دور أعضاء الشرف إذا كانت مثلا دعنا نقول نواحي مالية مثلا إذا الرواتب لا تسلم بشكل جيد مثلا كل الأمية كل الأمية لكنها تؤثر حتى لو حاولنا نقول لا لا الفريق ليفوز ويقدم اللاعبين يتنازلون مع الجوانب المعنوية ليأخذونها من الجمهور يأخذونها من الدعم من الوعود أحيانا لكن لما تطول المسألة ويسير معها بعض الإخفاقات تبدأ الضغوط على المدرب على اللاعبين أنا أقول فنيا الشباب ينقص في الكثير يحتاج إلى مزيد من العمل الكمتفات الجبال أنا أتمنى شخصيا على المستوى الشخصي أن يستمر هذا المدرب ويعتمد لمدة ثلاث مواسم على الأقل باتفاق بين الإدارة والمدرب حتى يبدأ أو يصير فيه ثقة المدرب يعمل خطط للمستقبل ليس شرط أن الموسم الجاي يحقق بطولة لكن يعمل لموسم أو موسمين للمستقبل اليوم الشباب يكتفي أن يكون متواجد في المركز الرابع أو الخامس ينافس إلى حد ما في كاس الملك إذا استطاع وإلا يجب أن لا يحمل للاعبين ولا المدرب ولا حتى إدارة النادي أو الضغوط سواء من الجمهور أو من المتابعين لكن بكل أمانة في عناصر تحتاج إلى مزيد من العمل طيب يعني قبل ما نشوف الجرافكس الخاص بهذه المواجهة أو بطاقة المباراة أعطيني كده سيناريو في بالك إيش أنت متخيل ممكن أن يصير في المباراة من هلال الشباب كده سيناريو والله هو مثل ما ذكرنا وحتى الإسلام المحمد أشار لها أنه في ضغط كبير على الهلال أكثر لأنه هو المحتاج للفوز الشباب هي مباراة إعادة الثقة أنا أعيد هذه الكلمة بالذات وهي عبارة معبرة فعلا عن الوضع فنيا الشباب يستطيع أن يلعب مباراة بسلوب دفاعي محكم أن يتعب الهلال فنيا لأن الهلال يأتي منهك من مباراة اليوم وسوف يلعب يعني بعد أربعة أيام صحيح الشباب لا يلعب الآن يستطيع أن يتابع المباراة بوضوح نعم ممكن يكون في بعض التغييرات لاعب أو لاعبين أو ثلاثة لاعبين ممتاز لكن يستطيع الشباب أن يأتي إلى المباراة بدون ضغوط نفسية طيب بترتيب فني جيد يستطيع أن يحرج الهلال طيب خلنا نشوف بس نذكر الناس ببطاقة المباراة اللي ستجمع الهلال بالشباب يوم السبت إن شاء الله تعالى القادم المباراة ستكون بإذن الله تعالى يوم السبت 9 إبريل 2016 بين الهلال والشباب في العاصمة الرياض الساعة 9 بالليل بإذن الله محمد عطيني كذا سيناريو يعني أنا سألت الدكتور قبل شوية عطاني يعني شغلات إيجابية وشغلات سلبية أنت عطيني السيناريو اللي في بالك إيش ممكن يصير في المباراة حيؤثر على المباراة طبعا نتيجة الأرهاق اللي موجود بسبب بطولة آسيا حيؤثر عليه نتيجة مباراة الأهل اللي تكون منتهية ويدخل المباراة بتأثير هذه النتيجة أتوقع حماس كبير للهلال ممكن وإندفاع للحصول على نتيجة واللحاق بالسباق لكن أبدا أمام الشباب يعتمد على أداء نادي الشباب إن كان مرتاح نفسيا وقدم أداء كبير أمام الهلال ممكن مع مرور الوقت يضغط كثير على نادي الهلال نفسيا ويبدأ في ممكن الارتباك لكن الهلال قادر على الفوز لاعب الشباب هم اللي على المحق إن قدموا مستويات كبيرة وأحرجوا الهلال بمستويات ثابتة المتصاعدة حيكلوا كلمة كبيرة لكن الشوط الأول أتوقع أن ندفع استمراء محاولة اللحاق بالصدارة أو حتى تأكيدها لو تعثر الأهلي في المباراة الأولى طيب أرجو أن تبقى معي محمد دكتور عبدالعزيز الخالد سنذهب إلى فاصل أول متابعي الكرام نعود بعد الفاصل لاستكمال حديثنا حول الجولة القادمة من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين أهلا وسهلا فيكم الجديد متابعي الكرام في آخر شوط لا زال الحديث متواصل حول الجولة 22 القادمة من دوري عبداللطيف جميل المحترفين والحديث متواصل أيضا مع الدكتور عبدالعزيز الخالد هنا في الأستوديو وأيضا محمد الماس هناك في جدة عطونا محمد خنشوف الخشة الحلوة دي أيوة هذا محمد الماس أيوة هذا ابتسامة حلوة طيب في تكملة لمواجهات الجولة 22 من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين تحدثنا قبل الفاصل عن مواجهة القمة اللي رح تجمع ما بين الهلال والشباب هل سيستمر الهلال بالمنافسة على الدوري وينتصر على الشباب أم للشباب كلمة أخرى بعد توضع مستوياته في فترة سابقة وفي المباريات السابقة هذه قراءة أخرى في باقي تفاصيل الجولة 22 من عمري هذه المسابقة يقترب الدوري من المشهد الأخير وتقترب الاندية من رسم ملامح مراكزها في سلم الترتيب المواجهة الأولى تجمع الوحدة الذي يعاني من كل الأطراف مع الرائد الطامح للبقاء في مصف المحترفين الوحدة خسر مواجهته الأخيرة أمام الفتح مما وضعه في موقف محرج وسط اقتراب المنافسين من ترتيبه النقطي فيما يدخل الرائد منتشيا بالفوز الأخير على المنافس الفيصلي ويطمح لضم نقاط المباراة الثلاث إلى رصيده من أجل الاقتراب أكثر من المناطق الدافئة في الشرقية يستضيف القادسية نجران في مواجهة مهمة للطرفين فالقادسية الذي حقق المفاجأة في الجولة الماضية حينما استطاع الانتصار على الشباب في مباراة مثيرة بهدفين مقابل لا شيء يأمل في مواصلة الانتصارات من أجل الابتعاد عن مراكز الخطر ويأمل نجران بعد الفوز في الجولة الماضية على هجر في تعزيز رصيده النقطي من أجل تأكيد بقائه في دور المحترفين لموسم آخر في القصيم يستضيف التعاون فريق هجر في مباراة صعبة على الطرفين المستضيف التعاون يريد النهوض من التعثر في الجولة الماضية حينما خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام النصر في مباراة دراماتيكية ويحاول تثبيت أقدامه بين الأربعة الكبار ويسعى هجر لتحقيق انتصار صعب على الورق مهم لهجر في سلم الترتيب الذي يقبح في آخره على ساحل الاحساء يحل النصر ضيفا على الفتح في مباراة ينتظر بأن تكون مثيرة ظروف الضيف تخيم على أجواء المباراة بعد انتصار مهم في الدور وبروح معنوية عالية أعقبه خسارة قاسية في المشاركة الآسيوية ويبحث النصر عن نفسه في هذا اللقاء الفتح نوعا ما مستقر على الصعيد الفني والإداري ويبحث عن نقاط تقربه من الوصول إلى المراكز الخمس الأولى الأهل المنتشي بصدارة الترتيب بالرغم من التعثر العسيوي يأمل بأن تطغى أجواء الديربي الأخير الذي حقق فيه الانتصار ماما الغريم التقليدي للاتحاد في مواجهته أمام مستضيفه الفيصلي الذي يخشى بأن تؤثر نتيجة السلبية في الجولة الماضية عليه بالخسارة القاسية من الرائد الاتحاد الذي خسر المواجهة الأقوى في الجولة الماضية أمام الأهل في الديربي الأقدم يدخل مواجهته أمام الخليج محاولا العودة بالروح الاتحادية لإرضاء جماهيره بعد الأحداث الكثيرة التي صاحبت الاتحاد طوال هذا الأسبوع ويبحث الخليج عن انتصار يعيد له ثقته بنفسه بعد الخسارة أمام الهلال ويثبت أقدامه في سلم الترتيب شكراً عبدالرشود هذه قراءة مفصلة عن الجولة الجاية من الدوري وسنستكمل إن شاء الله تعالى التفاصيل بشكل أكبر دعنا نأخذ واحدة واحدة دكتور الوحدة والرائد الوحدة يعني إحنا استبشرنا خير وحدة مكة رجع مرة ثانية ويعني على قراتهم القاعدة الجماهيرية الصراحة المميزة اللي عندهم يقابلها الرائد اللي ما شاء الله عليه بالدور الثاني يشتغل على نفسه كويس واخد نتيجة كبيرة الحقيقة أو على الفيصلي والله نشوف أن الكبفة متكافئة تماماً بين الفيصلي الوحدة والرائد يعني مباراة على الأرض بالنسبة للوحدة يستفيد من الأرض الرائد فعلاً منتشي مباراتين متتالية على فكرة هو يلعب في أرض الحي وحدة مع الفتح والحي وحدة مع لكن الوحدة بكل أمانة عندها عندها فريق جيد عندها فريق جيد ومنافس يفترض يكون لحضور أو ترتيب أفضل لكنها مبارات أنا شوف أنها أفضل مباريات هذه الجولة من حيث الحساسية المبارات يعني الفريق الفائز يبتعد بشكل أفضل خاصة الوحدة لأن الوحدة متقدم على الرائد لو كسب الثلاث نقاط سيكون موقعه إلى حد كبير في المنطقة الدافئة أو يرتاح لكن فنياً الرائد الآن أفضل على مثل ما ذكرت الجانب المعنوي بالنتيجة الثقيلة على الفيصلي الرائد تحسن كثير واضح في دعم شرفي الآن جيد اللاعبين واضح نرى أن فاهد الجهاني يقود الرائد بشكل رائع جداً في أدائه الفني وفي دوره الهجومي والتكميلي وإذا استمر الرائد على نفس عطاءه ممكن يكون ترتيبه أفضل بكثير من شاهده اللاعب البرازيلي لاعب الوسط في الرائد أليساندو أعتقد نعم نعم لاعب الحقيقة فنان وإمكانياته عالية الحقيقة جداً صحيح وهذا هي من الأشياء المهمة جداً للفرق خلنا نقول متوسطة الأداء أو اللي دائماً في وسط الترتيح التعاون على سبيل المثال الرباع الأجنبين تأثير كبير جداً على نتائج التعاون طبعاً فأنت عندما تحضر أربع لاعبين على مستوى عالي جداً يعملوا لك الفارق صحيح محمد خلينا أخذك في زاوية الوحدة وأنا أحب دائماً نتكلم خصوصاً مع الناس اللي لهم علاقة بالصحافة الرياضية بشكل مباشر على موضوع الأعضاء الشرف والأسماء اليوم الحقيقة تحسد بعض الأندية بوجود أسماء رنانة داعمة بشكل كبير سواء كانت قريبة من الفريق أو حتى بينهم نزاع وصراع في الوحدة أنا أجزم بأنه هذا الفريق يملك قاعدة شرفية كبيرة جداً ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله يزيدنا وياه من نعيمة تتكلم عن مليارات يا رجل لكن لا يزال هذا الفريق اللي نعيد ونزيد في البرامج الرياضية اليومية بأنه مع الأسف ما هم مهتمين فيه بشكل كبير جداً العزوف الشرفية مش مسألة وحداوية فقط هي مسألة تخص الرياضة السعودية والأندية ككل ابتعاد شرفي تام عن الأندية وعن دعمها وعن حتى الوقوف معها معنوياً ربما جزء كبير تتحمل طبعاً إدارات الأندية وطريقة تواصلها وتنظيمها للعمل مع أعضاء الشرف وجود نظام بالإضافة إلى عدم وجود طريقة تجعل الأندية وتحولها إلى كيانات استثمارية تشجع عضو الشرف اللي يملك مال أنه يدخل ويشارك بالرأي وبالمال ويغير حتى من تركيبة عمله وجود يكون له دافع لتغيير حتى وفائدة للطرفين أنت أرباحك وأرباح للنادي مشاركتك فيه ليست خسارة لك هذه المعادلة تفتقدها رياضتنا السعودية والأمر الشرفي هي مسألة عامة في كل الأندية الآن في ابتعاد تام بسبب عدم وجود نظام ثابت عدم مبادرة الإدارات مع الضغوطات الكثيرة تبعد الجميع عن العمل في خضم الضغوط الكبير التي تواجهها الإدارات الأعضاء الشرف لهم مطالب يحتاجون إلى تعامل خاصة الأندية والإدارات لا لديها وقت حتى أنها تتنفس لتقديم حد الأدنى من العمل المطلوب منها هذه المعادلة تحتاج إلى تغيير تركيبة كاملة في أنديتنا في الرياضة السعودية في طريقة الخصخصة في دخولنا إلى تحويلنا من كيان وقطاع عام إلى حتى قطاع خاص تتكلم فيه الأرقام والمؤسسات والأنظمة طيب بالمقابل للقادسية ونجران دكتور يعني اثنين من الحقيقة منتشين واحد فايز على الشباب ومرجع نفسه وماخذ لهيبة من بعدها المباراة ثلاثة نقاط ثمينة ومهمة وخارج أرضه وما ينطبق على الوحدة بوجود الشباب الصغار للحقيقة هو ينطبق على القادسية أيضا بالمقابل نجران ما شاء الله الذي يغير شكله تماما إدارة النادي بالمدرب واللاعبين البرازيليين هو اختيار أنقس نحن لا نتحدث أحيانا عن أنقس فقط أنه عنده عصر سحرية لكنه استطاع أن يحضر أربع لاعبين على مستوى عالي جدا صحيح يعني اللاعب اللي كان بالأهلي لا يحضرني اسمه يعني كان للتأثير كبير أنه عارف حتى الدوري السعودي ولا يحضرني اسمك بالمينو تقصد؟ ها؟ بالمينو لا 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 اللاعب اللي كان في الأهلي والله في نجران الآن نعم على كل حال يعني أنا أقول الرباعي اللي في نجران بكل أمانة عمل نقلة في نجران لكن لا تنسى أن في عمل يعني إيرك تقصد يمكن؟ إيرك نعم إيرك طبعا هذا الفزعة عدت من المصور من المصور فزعة غير طبيعية لا لا أنا أقول يعني نجران يعني بكل أمانة يعني يعني عدل تعديل إيجابي سواء عمل إداري أو اختيار أنقس فنيا أنا كثير يعجبني موضوع أنقس خاصة في قضية التفاعل مع اللاعبين يعني يحسس كهو على الخط كأنه يلعب في ظل ظروف فريق يعني متراجع أداء فنيا ونقطيا الحماس والروح اللي خارج الملعب من المدرب تنعكس على اللاعبين في الملعب لأن اللاعب أحيانا يكون عنده ضغط نفسي وخايف عن نتيجة لكن عندما يكون مدرب متفاعل مع توجيهاته فنية جيدة قريب من اللاعبين موظفهم بشكل جيد النتائج تكون إيجابية القادسية نفس الشيء أنا أشوف أن الكابتن حمد الدوسري بكل أمانة عمل نقلة وهي شهادة بكل أمانة لمدرب الوطني الكابتن حمد يعني كلمة يعني أنه مدرب فزعات لا لأن أنقس يعتبر فزعات عادمت لازم تمدحهم لا 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 أنا أمدح في عمل فني طائعا يعني في عمل فني واضح المدرب يعني عندما يتحدث في مباراة الهلال وقال أنا الآن أقرأ الهلال بتفاصيلها الدقيقة ثم تأتي في أرض الملعب وتشاهد عمل فني جيد وتأخذ من النقطة وتأخذ من النقطة إذن هذا عمل مدرب صحيح الفريق كان متراجع بشكل واضح ما في تغيير على مستوى اللاعبين كثير صح لكن هو بصمة مدرب الكابتن حمد الدوسري بكل أمانة خبرات قديمة كلاعب وفكر فني جيد يقدم مع فريق القادسية الآن مستوى فني ممتاز في توازن عندما يخسر الكرة القادسية يلعب بتوازن دفاعي جميل جدا جميل عندما يكون في استحواذ هذه الكرة في جمل فنية تتكرر في حركة بدون كرة مثالية في اندفاع الجانب الهجومي لكن ليس اندفاع مبالغ فيه في هذا التوازن الموجود يعطي القادسية انطباعك تشاهد فريق في بصمة مدرب في أرض الملعب بكل أمانة وبالمقابل نجران اللي كثير نقال الآن في الموسم الحالي اللعب خارج أرضه اللعبين بعيدين عنها لا تفرق كثير أنا ما أشبه لفرق كثير لأنه عدد كبير من اللعبين محترفين ما يخالف ومن خارج منطقة نجران ما فيها مشكلة كبيرة دكتور أنت تعرف في الموسم اللي راحت وبشهادة حتى اللعبين اللي تهم أنه يا رجل اللعب في هذه الملاعب اللي هي ملاعب نجران وغيرها يا أخي تتعب لأنهم حافظين أرضهم حافظين ملعبهم حافظين كل زاوية فيها أنا أعطي جزئية لجزئية هذه لكن لم تكن عائق كبير بالنسبة لفريق نجران الجانب المالي نعم عندما تحدثوا عن الجانب المالي السكن في جدة مكلف بالنسبة للفريق تدريباته السكن اللاعبين ما إلى ذلك الأجهزة الفنية والإدارية يعني كأنك منطق البنادي فهذه نعم جزئية كبيرة عندما أمن منها جزء وصار فيه التفافة شرفية جيدة وعمل إداري جيد حتى لا نقلل يعني في عمل إداري كذلك اختيار المدرب يعتبر عمل إداري ليس عمل اجتهادي أو اجتجالي يعني آخذوا مدرب عنده خبرة في الكرة السعودية الوقت قصير جدا تختار مدرب عنده خبرة في الكرة السعودية ما تجيب واحد بيتعرف على المسابقة وعلى طبيعة الأنبياء السعودي وطبيعة اللاعب السعودي لا أهجاب يعني أحضر مدرب قريب من اللاعبين عارف تفاصيل دقيقة عن اللاعب السعودي اختصر المسافة ممتاز محمد بالمقابلة التعاون وهجر لو سألتك أوشي عن هجر خلي التعاون شوية بجيك له يعني يحتاج إلى يعني الواحد يتكلم عنه يوقف عنده بشكل أكبر لكن هجر اللي هو الآن قريب جدا من عملية الهبوط إلى أي مدى إلى أي مدى تعطي نسبة مئوية عالية إلى عمل الإدارة في هذا الموسم يعني إلى أي مدى سهمت الإدارة بشكل كبير في تراجع مستويات الفريق وقربه من الهبوط أولا لما تتكلم على فريق اعتبر تقريبا على شفير الهبوط وابتعد تماما حتى استسلم تماما للواقع الموجود تتكلم على منظومة عمل كاملة من إداريين إلى لكن دائما نقول في الأمور هذه الرك على الإدارة هي التي ترسم ملامح الفريق هي التي تختار المدرب واللاعبين وقيمتهم الفنية تخلق عندهم الحافز والطموح والحماس لكن يلام الإدارة على هذا الاستسلام المبكر النادي الأول الذي حجز يعتبر ربما مقعده نهائيا للذهاب لذلك كل مباراة القادمة تلمح فيها ممكن من شكل جدول الترتيب الاستسلام المبكر أمام أي فريق ربما مهمة التعاون ستكون سهلة نعم يلعب هجر بدون ضغوطات لكن أيضا بدون مستويات عالية يقدم نعم أحيانا بعض المستويات خصوصا في الدور الثاني لكن في سلسلة نتائج وهزائم وخروج عن حتى المنافسة ومحاولة المنافسة الأربع الفرق التي أعلى منه في الترتيب أعتقد أنه انتهى موسمه في الدوري وعلى إدارته من الآن التفكير في الموسم القادم وكيف يعني وضع خطط للعودة ووضع خطط للعودة فعلا لأنه فريق جيد قدم مستويات كبيرة يملك لاعبين جيدين قدم بعض المباريات التي تقدر تقول أنه فريق عنده طاقة كامنة ممكن يقدم فيها شيء لكن للأسف الآن يعتبر موسمه منتهي طب محمد لو حطنا بميزان التعاون وهجر إداريا العمل الإداري بالتأكيد سترجح الكفة أكيد إداري وفني أشلون؟ إداري وفني نعم إداري وفني نحن نتكلم عن الجوانب الإدارية تحديدا في التعاون يبدو أن العمل منظم بشكل كبير جدا وواضح أنه متعوب عليه الحقيقة نتكلم عن الجانب الإداري محمد والله النموذج الذي قدمه التعاون شرفيا وإداريا ومنظومة عمل بالكاملة تستحق الإشادة ونموذج يدرس حتى عندما يهبط مستوى التعاون أحيانا في الموسم ويخسر يعود بقوة بمستويات جدا عالية النموذج الذي قدمه التعاون جعله ليس الحصان الأسود فيه الدوري جعله الحصان الأبيض صاحب المستويات النادي اللي يميل ويستمتع معه جميع المتابعين الرياضيين يستحقون الشكر لأنه دائما النجاح يبدأ من الإدارة في الاختيار في خلق مجموعة الملفت كثير أنه مجموعة من اللاعبين اللي انتشروا في الأندية السعودية ولم يظهروا بمستويات كبيرة هذه المجموعة وجدت البيئة الصحية والتعاون الجميل بين كافة أطراف العمل وقدموا أبرز المستويات ويستحقون حتى أكثر من المركز اللي موجودين في حاليا طيب في التعاون تحديدا قبل ما أروح يفاصل تشوف الفريق دكتور يعني مبارتين ثلاث مباريات ما شاء الله تبارك الله مستوى فني عالي وثلاث نقاط واكتساح ووأي الأخري تجي في مبارات ينزل الفريق ثم يرجع الصحح وضعه مرة ثانية لا طبيعا أنا شوف التعاون كان عنده طموح في رأي يعني مبالغ فيه هو جيد الطموح عندك يعني هدف توصل له أو أهداف توصل له التعاون وقت من الأوقات حس أنه ممكن يكون طموحها أكبر حتى من المرحلة اللي هو فيها لذلك أثرت شوي على نتائج الفريق يعني أحيانا يقاب الفرق كان أول يلعى ضدها بالدفاع ويحذر منها نزل وجد نفسه أنه فعلا أفضل من هذه الفرق وعلى الورق كان أفضل لذلك بالغ في قضية أنه أقدر أخطف المبارات وآخرها نموذج مبارات النصر أنا بالتأكيد مشاعر اللاعبين أنه الفريق أقل منه في الترتيب فطبيعي أنه يخسر المبارات لأنه ما أعطى خلنا نقول الاحترام المفروض لفريق حتى وأن كان ترتيبه في الدوري متأخر لكن على مستوى العناصر فيه لاعبين فيه جزئية كنت أريد أشير لها في موضوع هجر فعلا هجر موضوع الهبوط تقريبا صعب أنه يبقى لكن فيه جزئية مهمة جدا التي هي على مستوى اللاعبين اللاعب الآن في خمس مباريات هي فرصة يسوق نفسه يعني ليس شرط أنك تستمر مع الفريق في الدرجة الأول الآن أنت في مرحلة تستطيع أن تقول للأنذية الأخرى أنا موجود كلاعب المدرب نفس الشيء حتى على مستوى الإدارة يعني جزئية أن الفريق يستسلم يعني أنا أشوف أنها للرياضي ما هي جيدة لأن الرياضي إلى آخر لحظة وهو يقاتل ويقدم نفسه طيب لكن في المقابل المقايس الفنية بالكامل على مستوى العناصب عمل إداري منظومة عمل أداء اللاعبين صحيح لمصلحة التعاون لا شك طب إحنا أخذنا ثلاث مباريات حتى الآن الوحدة والرائد والقادسية والنجران والتعاون وهجر بنشوف بس جرافيكس يتعلق بهذه المواجهات أو مواجهات الجولة 22 متى؟ بساعة كم المباريات ونذكركم بس فيها وإن شاء الله تعالى سنفتح تفاصيل المباريات الأخرى هذا الجرافيكس أول شيء الوحدة والرائد ساعة 9 مساء يوم الخميس 7 أبريل من سيفوز دكتور؟ من تتوقع؟ سريعا؟ والله الرائد أقرأ الرائد محمد سريعا؟ أتوقع تعادل طيب اللي بعد الجمعة 8 أبريل عندنا القادسية ونجران الساعة 46 دقيقة وعندنا التعاون وهجر محمد القادسية ونجران من تتوقع؟ أرى النجران أقرب مستوياته في تصاعد أكبر ولكن القادسية قوي جداً للنجران طيب الدكتور التعاون والتعاون القادسية ونجران أنا أقول القادسية التعاون وهجر طبعا التعاون طيب مباريات السبت الفتح والنصر الساعة 46 دقيقة الفيصلي والأهلي الساعة 7 إلى 5 الهلال والشباب الساعة 9 بالليل والاتحاد والخريج الساعة 9 بالليل هذا يوم السبت الجاي إن شاء الله تعالى يعني طحن سجولة 22 يعني نستمتعون ونبسط ونشوف المباريات إزاينا والله خلي لنا دورينا نحن مستنسين فيه والحقيقة دوري مثير وأنا ضد اللي يقولنا دوري سعودي دوري مقوي إلا دوري والله قوي ومثير لا في إثارة أكثر مستوى فني نعم أنا مع اللي يقول لكن على المستوى الإثارة من يعني عاد أنت مدرب وط أنت مدرب وحنا ما نقدر نجدلك في هالأمور لكن حنا مستنسين ثنيا غير مقنع طيب ثنيا غير مقنع يلا حروح إلى فاصل المتابع الكرام بعد الفاصل سنستكمل بقية المباريات نصر فتح فيصل أهلي واتحاد وخريج على اعتبارنا الهلال والشباب تكلمنا عنها روح إلى الفاصل أهلا وسهلا فيكم الجديد متابع الكرام في آخر شهر مستكملين معكم المباريات الجولة 22 من دوري عبداللطيف جميل للمحترفين اللي راح تقام إن شاء الله تعالى نهاية الأسبوع الحال لدكتور عبدالعزيز الخالد ومحمد الماس هم ضيوف الستوديو أو هذه الأمسية أو هذا البرنامج طيب نتكلم عن الفتح والنصر دكتور أنا مركز كثير على الجانب الإداري وأجزم تماما بأن العمل الإداري المنظم هو اللي يعطيك عمل فني ممتاز صحيح قلنا عن الفتح في فترة سابقة بأن عمل رياضي عمل إداري نموذجي الحقيقة اسم على مسمى ولكن يبدأ الأمور اختلفت بالنسبة لهم صراحة كثير صعب يعني بإمكانات أنا ما أقول أنه ياخذ الدوري أنمون المخصر أكثر أنا أشوف الحضورة جيد معقول بالنسبة للفتح لا هو داخل في معامعة الخوف من الهبوط ولا هو يعني منافس قوي لكن فريق يعني يجبرك على الاحترام فريق ممتاز جدا حمدان حمدان والزملاء علتن جوزيه والفريق الحقيقة يقدم كرة جميلة جدا أنا أشوف في مباريات كثيرة يقدم مستويات ممتازة وخسر ليس فريق مثلا تقول بس يعني يعمد للدفاع وشتت وانتهت القصة لا فريق يقارع الفرق الكبيرة والمنافسة ويخسر أحيانا وهو يقدم مستويات ممتاز لكن الفريق جيد فيه تكامل في الخطوط في الأسماء فيه تأثير فني استفادها من الكرات الثابتة بالنسبة لألتن أنا أعتقد أنها في كثير مباريات يعني استطاع أن يسجل تعادل أو يكسب مباريات أو يقدم مستويات ممتازة أنا أرى أن الفتح مقنع وليس بالإمكان أفضل مما هو كائن الآن بالنسبة للفتح بكل أمانة طيب محمد لما نسألتنا الدكتور عبد العزيز الخالد على دونس وقلت لي هل إحنا عاطفيين بحكمنا على دونس فنيا الرجل يعني يعطاني الإجابة بالمقابة لما نتكلم على النصر خلينا نتكلم على عمل أمير فيصل بن تركي بصراحة محمد أيضا هل إحنا عاطفيين بسن السيوف على هذا الرجل والوضع الفني اللي وصل الفريق حتى الآن أم أنه بالفعل هناك مشكلة في نادي النصر صراحة إدارية بحتة مئة بالمئة والكلام اللي قاعد ينقال على رئيس النادي هو صحيح في مشكلة في نادي النصر الآن في مشكلة الجميع يشاهدها مركز الفريق ومستوياته والفجوة الكبيرة اللي موجودة بين الجانب الفني والإداري ومنظومة العمل النصر نعم في مشكلة كبيرة جدا ما حد يقدر ينفي هذه النقطة وواضحة للجميع لكن عناصر النجاح موجودة كلها في النصر الخلل نعم يبدأ من الإدارة ويبدأ منها أيضا الحلول ولكن الإدارة النصراوية هي إدارة بطولات حققت البطولات ولا زالت حاملة اللقب وبطولة وأثبتت جدارتها ببطولة أخرى اللاعبين نجوم موجودين الجانب الفني أبدا مش هو السبب كونه أكثر من مدرب في خلل في نادي النصر يعلم النصراويون المفروض أنه يضعون يدهم يعني على الخلل يتحرقون من الآن لإنقاذ الموسم القادم وليس الموسم الحالي يبدو أن الفجوة كبيرة جداً والأمور تبدأ من الإدارة من بداية بدأ بوادر هذا الانهيار الكبير من بداية السنة لكن لم يتصور أحد في الوسط الرياضي ككل ومتابعين ومحبين النصر أن يصل الانهيار إلى هذه اللحظة ما شاهدنا أمام الأخوية في بطولة آسيا كان أمر جداً غريب الحافز موجود عندك في بطولة آسيا مركزك جيد في صدارة الترتيب عندك فرصة للعودة وإثبات وجودك والتأهل وتظهر بدون نتيجة ونتيجة مدوية بالإضافة إلى مستوى يعتبر توهان وكثير يعني كلمة الحمد لله على السلام حتى مع الأربعة كان المفترض تكون أكثر مع وقائع الشوطة الأولة التي شاهدناها أمر جداً غريب يفترض أنه إن كانت ركزنا على الإدارة في أنها هي جزء كبير من الخلل هي أيضاً جزء كبير من النجاح السابق وقادرة على انتشار الفريق الآن ابتعاد النصراويين الآن أو مطالبتهم بابتعاد النصر أعتقد أنها أمور عاطفية أكثر من النصر في فترة سابقة كان بعيد جداً عن البطولات حاربت هذه الإدارة حتى أوصرت الفريق للقمة المحافظة على القمة صعب تتوقع دائماً بعد الوصول إلى القمة شيء من الهبوط في المستوى ولكن الذي يشاهد النصراويين الآن شيء مختلف تماماً الحل بيد إدارة النصر بالوقوف بالمصارحة بوضع كل المشاكل أمام طاولة ما أقول اللاعبين فقط طاولة النجوم الموجودين لأنهم على قدر الثقة وإعادة الأمور ممكن تكون نفسياً توقعنا في أي لحظة في الموسم عودة النصر على الأقل معنوياً ولكن الذي شاهدناه فعلاً انهيار ويبدو أن الفجوة جداً كبيرة عطني رأيك بعشر ثواني عن النصر هو في الجانب الإداري يتكلم عنه سيد محمد يبدو لي الجانب الرواتب لكن ذكرناها في الحديث عن الهلال وعن الأهلي اللي هو الفوز الفوز يعطيك الجانب المعنوي وتنسى نفسك حتى هو أنت كلاعب أو كمدرب أو كإداري مسؤول ما تسأل كثير عن نواحي المالية لأنه قاعد فيه جوانب معنوية تغطيها الجانب فنياً تكلم عن محمد حسين مثلاً تكلم عن حسين عبد الغني تكلم عن أسماء عودة عبدالعنزي الضعيفة جداً بعد إصابة أو شيء من هذا القبيل التغيير الفني صحيح في أسماء لكن لا زال في خلال فني في الدفاع مثلاً محمد حسين وحسين عبدالغني أنا أعرف تمام حسين عبدالغني من أهم عناصر الفريق في الثلاثة إنجازات التي حققها النصر في المرحلة الأخيرة العام الماضي واللي قبله بطولة الدوري أنا أشوف على مستوى القيادة وعلى مستوى الفني أداء الفني لكن الآن يشهد تراجع واضح هو كبر السن بدأ يأثر عليه ومحمد حسين كلاعب أجنبي أنا أشوف أنه كانت إدارة للنصر أخطأت كثير في الاستمرار على مدافع يعني لو كان سعودي يعني لاعب غير أجنبي نقول لك يعني محسوب أنه يعني إمكانياته جيدة لكن كلاعب أجنبي تبغى إضافة ما تبغى لاعب ينافس اللاعبين السعوديين في المستوى قريب منهم طيب لأنت تبحث عن لاعب أفضل وهذا يربع يمكن خلل كبير فني في النصر بإضافة لخلل ما ذكرنا الجوانب الإدارية طيب دكتور الفيسلي والأهلي طبعا الأهلي بدون جدال يعني الأهلي الفارق كبير حتى وهي في حرمة حتى وفي المجمع نعم نعم حتى وفي المجمع حتى وفي المجمع خسران خمسة عن الرأس خسران الجانب النفسي والمعنوي الآن متراجع كبير بالنسبة للفيصلي المباراة ما تهم كثير لكن الأهلي الطموح الفريق الأفضل حتى وفيصلي عقدة حتى وفيصلي عقدة لكثير من الفرق نعم محسومة نعم محسومة للأهلي طبعا كرة القدم فيها كل شي جائز لكن الأهلي يكسب مرتاح طيب عشان الأهلي مثلا يستمر بالانتصارات مثلا ويحقق الدوري اليوم شلي مطلوب من اللاعبين مثلا على مستوى خنا نقوله التركيز تحديدا صحيح أنت ذكرتها جانب التركيز لكنها كذلك جهد المدرب يعني توجيهات المدرب في اختيار العناصر نعم بالمناسبة الأهلي يخسر بعض المباريات وتعادل في بعض المباريات خلنا نقول تعادل في بعض المباريات خسر بعض النقاط ببعض الأخطاء من المدرب رغمني أنا أرجم تمام مدرب ناجح بكل المقاييس عند أخطاء نعم لكن على مستوى توظيف اللاعبين استغلال العناصر عندما يعني أراح مثلا كثير إحسين المقهوي مثلا أو المؤشر أو بصاص عندما عاد بصاص على الطرف عندما تم تفعيل مؤشر بشكل ممتاز دور المقهوي في وسط الميدان الأهلي عنده خماسي في وسط الميدان غير موجود في الفنلنديا السعودية الأخرى جانب افتكاك الكرة والعودة للدفاع وجانب صناعة اللعب والإضافة الهجومية العددية يعني يشكل خطورة مع وجود طبعا الهداف الكبير عمر السون ممتاز محمد كنت بتقول شي نسمع تكتبه بس حرف الألف طلع من فمك بس ما نقدر نستبعد طبعا الأهلي أقرب على الورق نعم وفي الميدان هو الأثقل لكن ما نقدر نستبعد أبدا أي نتيجة قوية وأداء قوي من الفيصلي خصوصا بعد النتيجة الكبيرة لما تخرج من هزيمة بخمسة أهداف ومن فريق الرائد وتكون أمام مسؤولية كبيرة حافز داخلي للتعويض والفرصة الأكبر أنك لما تكون أمام متصدر الترتيب خصوصا والفيصلي له مواقف كبيرة جدا حتى وهو يعود من مباريات كانت بعيد عن مستوى إلا أنه يظهر أمام الفرق الكبيرة عندما يشعر اللاعبون أنه في حافز لتقديم شيء المباراة ما ستكون صعبة الأهلي يبحث عن الفوز من الدقيقة الأولى وعنده ضغوطات عدم التفريط بالصدارة الفيصلي عودة من خسارة كبيرة بالإضافة إلى وجود فرصة للظهور أمام الأهلي طيب الاتحاد والخليج هل محمد الاتحاد أضاء على نفسه فرصة كبيرة جدا بالمنافذة هذا الموسم وهو يعد فريق الحقيقة الطموحات كبيرة في الاتحاد يقابلها إمكانيات محدودة في الاتحاد بين الفجوة هذه الموجودة تخليك في الموسم ممكن تحصل أي لحظة انهيار الفوز دائما يغطي على المشاكل التي هي موجودة طبعا سواء إدارية أو فنية أو حتى عناصرية والخسارة دائما تكشف الأمور للأسف الاتحاد في هذه الفترة فقد الحماس في فترة جدا مهمة الابتعاد عن الضغوطات حماس اللاعبين سيد الحمد حماس اللاعبين لا لا حماس الفريق ككل الآن حماس اللاعبين هو الموجود في الملعب سيد محمد الآن حماس اللاعبين بالنسبة للاتحاد هو الموجود في الملعب فقط لأن بكل أمانة ما شاهدنا في مباراة الأهلي لم يكن للمدرب أي دور في وسط الملعب اجتهادات لاعبين روح باجندوح وحماس فهد المولد وزملائهم فقط تحدي أو لعب خلنا نقول يعني بروح الاتحاد المعروفة لكن كتنظيم فريق غير موجود صراحة ويضع علامة استفهام مدرب معاد للتدريب فنيا أنا شوف أنه ما في بصمة في الملعب على وجود عناصر بالمناسبة ترى جيدة بكل أمانة في الاتحاد في لاعبين جيدين لكن على أرض فقط ما نشاهده هو حماس لاعبين وروح لاعب الاتحاد تجاوبوا مع جمهور كبير يحفزهم داخل أرض الملعب فقط أما بصمة مدرب لا نتكلم كمنظومة عمل يا دكتور اللي شفنا حاليا وما عرفنا بعد اللقاء من وجود مواجهة بين الإدارة واللاعبين وبيان ويناقض بيان آخر يتدل أنه في وراء الكواليس في نادي الاتحاد أمور كثيرة ولم يظهر منها إلا القليل لذلك وجود مشكلة في أرض الميدان ونتيجة كبيرة أعتقد أنه تكون مسؤولية منظومة العمل بالكامل وعلى رأسها الإدارة حماس بعض اللاعبين وعدم حماس الآخر والمشاكل العناصرية هذه من أول الموسم والاتحاد فعلا كان يحتاج إلى تحرك إداري عودت بيتوركا وانتخوفنا منها في مرحلة إلا أنه الآن هو النقطة الأقوى في الاتحاد اللي ممكن يعول عليها لكن وجود بيتوركا بعد مستويات جيدة وتدخل فترة شتوية كإدارة بدون أي إضافة فنية أو تسريح للاعبين أجانب أو إضافة للاعب حتى آسيا ويرابع ممكن يكون إضافة أعتقد أنه منظومة العمل ككل تحتاج إلى علامة استفهام وتثير كثير من علامات التعجب لكن حاليا الحماس مفقود في فريق أشاهدت أجزاء كبيرة من مباراة النصر الإماراتي والاتحاد مباراة أعتقد أنه يدخل اللاعبين لأداء الواجب الحماس افتقد الفريق لحماس الكبير وجود قريب من الصدارة كان أكبر حافز للمة الإدارة واللاعبين ومنظومة العمل نحو هدف وتركيز الذي حصل شيء مخالف تماما الضغوطات عملت انهيار في فريق العمل اللاعب مطالب باحترام الشعار وكان في قصور من كثير من اللاعبين خصوصا من من يحمل شارة القيادة ومعام مجموعة من اللاعبين الأقدم في الفريق الإدارة في تخبط في أوراق مباثرة في الأمر في فترة مهمة للتواصل حتى مع المدرج واللاعبين نعم أنا أقول الحماس موجود في أرض الملعب من اللاعبين يعني العرق والجهد مبذول في الملعب بكل أمانة مبذول لكن ما في تنظيم وكان الفريق بدون مدرب يعني أنا أقول لاعب الاتحاد أنا أقرب مباراة مباراة الأهلي اللاعبين الاتحاد كانوا يعني في الملعب يعني يعملون أعلى جهد أقصى طاقة عند اللاعبين غالبية اللاعبين بس لا ترغدوا المدرب لا 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 بالعكس أنا مو ألغيه بل بالعكس الدور سلبي يعني أتكلم عن مدرب لإسم وأعيد لأنه فعلا في قناعة فنية بالمدرب من قبل الإدارة وقناعة حتى من اللاعبين أنا معلل الضباطيه اللي يسويها نعم لهدور قاعد يعمل الضبط جدد في الفريق استغنى عن لاعبين الكبار محمد نور المنتشري المولد يعني أعطى فرصة للشباب لكن بكل صراحة ما في بصمة مدرب في الملعب في التنظيم يعني اللعب مثلا في الدفاع عادة حتى على مستوى الفردي يعني اللعب فردي تماما يعني ما في تنظيم دفاعي جماعي عندما تخسى الكرة ما هي المهام عندما تكون كرة في حوزة الفريق ما هي المهام غير موجودة تماما وكأن الفريق يعني بدون مدرب بكل أمانة ماشي أعطينا تعليقك الأخير على هالجزية محمد بيتوركا خليني أقول في بداية عودته قدم ويش ممكن الدكتور يوافقني الرأي قدم بصمة فنية جيدة في خلال أربعة إلى ستة مباريات صحيح وجود وجود خلل في العمل وغياب هذه البصمة مع الأمر أنا ما ألوم فيها فقط المدرب صحيح طالما أنه المدرب بدأ بالعمل وبعدها دخل في فترة شتوية لم يحصل إضافة أو حذف من قائمة الفريق ولم يحصل دعم ربما الأمور النفسية الأخرى تقدم جهد الجهد في الملعب ممكن من اللاعبين يكون ما فيه تركيز هل فيه يعني انسجام من اللاعبين هل فيه استجابة من اللاعبين لكل تعليمات المدرب هل ما تم العمل عليه في مرحلة معسكر جبل علي تم وضعه في الميدان أتوقع أتوقع ما أجزم أنه الخلل الموجود بين اللاعبين والإدارة والفجوة التي حصلت في المطرة ألقت بظلالها حتى على التركيز اللاعبين في الأدوار الفنية ممكن يكون عندك تركيز وحماس لرغبتك أنك أمام فريق المنافس التقليدي الأهلي لكن التركيز غائب عن منظومة العمل والتقييد حتى بالالتزامات نعم كنت ألوم بتوركا كثير على الفترة السابقة لكن للأمانة بعد عودته قدم ما يقنع في فترة بسيطة جدا طيب كون العمل والأوراق تبعت بعد كذا ما أقدر ألوم فقط المدرب على هذا الأمر ممتاز كما نحن بعد لا نروح نلوم مثلا مثلا مدرب نقول والله هذا ما سوى شيء للفريق أنا طبعا ما أقترب معك الحقيقة أنا أقدر أحترم رأيك كثير تعرف يا دكتور هذا الكلام لكن كمان إذا إحنا يعني أنا ما أتكلم على الاتحاد تحديدا إذا إحنا ما قاعدين نعطي اللعبة حقوقهم في وقت المحدد مثلا أو مع تأخير شوية إذا كمان إحنا عندنا بعض المشاكل الإدارية في بعض الفراغ ونجي نقول مدربين نتعبانين ولا هذول عندهم مشاكل لا لا أنا قصدي لا ينحطوه الحالة لا لا لمسك المدرب في التنظيم يعني شاهدنا مباراة إذا لم تقرأ الفريق المنافس بشكل جيد إذا أن فريقك الدفاع مفتوح بطريقة يعني غريبة جدا دلالة على أن المدرب ما كان يعمل فنية للمباراة المناسبة ترى المباراة أسبوع ليست ليلة المباراة إذا أسبوع المباراة إذلك حتى في مباراة الفيصل عم تحدثنا عن الفيصل أسبوع أنت خاسر خمسة تتعب في الثلاث أيام اللي بعد المباراة تتعب حتى نفسية اللاعبين ما يعدون كل ما تبيه في الملعب لذلك الإعداد النفسي والتهيئة لها دور كبير عشان مدرب ويطبق فنية ما يريده في المباراة الجاية يا أطلع فاصل ولا تفكر من ناف المطيري واحد من الثنتين يلا روح الفاصل حياكم الله من جديد متابعي الكرام في الجزء الأخير من آخر شوت هذا البرنامج الذي يستضيف فيه الدكتور عبد العزيز الخالد هنا في الرياض ومحمد الماس هناك في جدة جرت العادة أن تكون الجماهير الرياضية هي محفزة وداعمة بشكل كبير لفرقها من خلال حضورها ومؤازرتها في كثير من المباراة ولكن هل أصبحت هذه الجماهير تعاقب هذه الأندية بعدم الحضور بسبب النتائج السلبية تبع تقليل انطلقت صافرة البداية الفريقان في الملعب ولكن هنا كانت الصدمة مدرجات خالية وهدوء يعم المكان وكأنه لقاء ودي أو تمرين يومي نبه حقنا بس والله الفريق لعب من غير الروح صراحة يعني حرام والله والله حرام اللي يسوي يعني نتعب ونيجي ونضيع وقتنا وفي النهاية ولا شيء ونطلق لبزي كده من برة مو معقول الكلام بايا حسوا فينا يا ناس بدل البرود اللي عند اللاعبين يحسوا في الجمهور اللي جاي وتعبان وضارب مسافات حرام عليهم والله نعم كانت هذه رسالة الجماهير لكل لاعب متخاذل وكانت هذه وسيلتهم لمعاقبة كل مقصر فبرغم كل التحفيز الذي حصلت عليه الجماهير من تخفيض لأسعار التذاكر وفتح بوابات الملعب مجانا في بعض الأحيان إلا أن هذا الجمهور الوفي لا يرضيه غير القتالية بروح في أرضية الملعب والمستويات الفنية الجيدة نعم نحن الجماهير نحن الوقود الذي يشعل المدرجات ويضخ الدماء داخل كل لاعب في أرضية الملعب فغيابنا يربك حسابات اللاعبين ويؤثر على نتيجة المباراة نعم نحن الرقم الصعب الذي يحترق شوقا وحبا وإخلاصا لهذا الكيان تسعون دقيقة ولم تصمت صيحاتنا التي اهتزت لها المدرجات وسيكون غيابنا هو العصة التي تعاقب كل متخاذل لهذا الكيان كانت تلك رسالة واضحة من جماهير الأندية لكل لاعبي الفريق الذين غابت روحهم في الملعب وأصبحوا أشباه لاعبين ترتدي الشعار ذرفت الدموع من أجلهم تعددت أسباب اللاعبين في عدم العطاء داخل الملعب ولكن بقيت النتيجة واحدة شكراً عبدالله رشويد عادل التركي وأيضاً راشد عقيد على التقارير الحقيقة المميزة أيضاً متابعي كرم استكمالاً لهذا الحديث دعونا نتعرف على الإحصائية الخاصة بالحضور الجماهيري من خلال الموسم السابق حتى الجولة 21 من دولي عبداللطيف جميل مقارنة بهذا الموسم حتى الجولة 21 من عمري هذه المنافسة نشوف الإحصائية خاصة عن الحضور الجماهيري موسم 2014-2015 نشوف المعدل لحضور الجماهيري 9146 مشجع مقارنة بهذا الموسم 7182 موسم 2015-2016 محمد شرائك؟ أولاً لما نتكلم عن الحضور الجماهيري لازم نركز على أكثر من نقطة ما نقدر نتكلم عليها فقط أنه فيه انخفاض أكثر من 60% من تعداد الجمهور هو اتحاد وأهلي الاتحاد يتكلم على أكثر من ثلثة الحضور اتحادي سواء الموسم الماضي أو هذا الموسم لذلك انخفاض حضور جمهور الغربية أو جمهور الاتحاد والأهلي هو انخفاض للمعدل العام الكبير النقطة الثانية التي نتكلم عليها هي أنه فيه عزوف جماهيري كبير ويرتبط بأمور تسويقية عندنا في الدوري دائماً نحن نركز على الصورة الذهنية التي عندنا هي الجوهرة والمباراة الكبيرة بينما عندنا أكثر من ربع مباراة الدوري الحضور لا يتجاوز 500 عندنا أكثر من 40% الحضور لا يتجاوز من 1500 إلى 2000 فلما نتكلم على الحضور في عندنا الحضور فقط نركز عليه في الأستاذات الكبيرة في المناسبات الكبيرة هذا اللي نركز عليه لما نتكلم على حضور جدة ما بين الاتحاد وما بين الأهلي أنه يشكل أكثر من 60% من الحضور وفي الرياض نتكلم على الهلال والنصر والشباب هذه الثلاثة الأندية تشكل أقل من ربع الحضور الجماهيري مقارنة حتى بحضور الأندية في الجوهرة اللي هو الاتحاد والأهلي انخفاض الحضور في جدة من الاتحاد بسبب عدم وجود هدف الآن عدم وجود الحافز الكبير اللي كان موجود ممكن خلل موجود في الرؤية ما بين الإدارة والأهداف اللي موجودة كثير جمهور وقف مع اللاعبين ولكن يرى الآن ابتعاد أو عدم جدوى من هذه الروح اللي يبثها في المباريات لذلك ابتعد أو أصيب بشيء من الملل والإحباط في هذه الفترة تحديدا انخفاض هذا الحضور أثر على النتائج العامة لكن لازم نقول أن الجوهرة وجود الملعب كهدية للشباب والرياض أثر كثيرا على المعدلات ورفعها من 2003 إلى 9000 والآن انخفاضها بسبب انخفاض الحضور بالثلاثين ثانية أيدا سمحت لي قبل ما أشكرك وادعك كمان الجماهير الرياضية لازم يكون عندها نوع من الوعي بأنه يا أخي ما يزير كمان فريقك دائما هو فايز 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 يعني مجرد ما يخسر مباراة واحدة تقوم أنت تقول ايش هذا الفريق يا أخي اللي ما يشرفني ايش هذا الفريق اللي أنا جاي وتعبان وقعد أشجعه لما نتكلم على مين لو نجي نتكلم على الاتحاد فالحضور الحد الأدنى من الحضور نتكلم على 17 و14 ألف و18 الموسم الماضي كان أقل مباراة في الحضور فوق 30 ألف فنتكلم على جمهور قاعد يحضر رغم الإحباطات المتكررة لما نتكلم على بقية الفرق تلاقي حتى عزوف جماهيري كبير لا يليق أبدا بدير بهلال ونصر كبير وتاريخي وعلى مستوى المنطقة العربية أن يحضر فقط من 14 إلى 22 إلى 20 الأرقام والحضور الجماهيري ممتاز نحتاج إلى رفعه عن طريقة تسويق عن طريقة الإدارة وأمره كثيرا من الأنظمة إلى بيئة الملاعب إلى تحفيز الجماهير ممتاز شكرا لك أخوة طارق أبدا سعيد بلقاءك بلقاء الدكتور عبد العزيز ونلتقي إن شاء الله دائما على خير أول مرة شوف الضيف يشكر بالحالة خلني أنا أشكرك على اللقاء يا أخوي عشان يختص العديد لقدمت لي جاوب وتوكل على الله والله يودي إنك أنت تكمل برنامج وأنا أقوم وأحاول أخليك مع الدكتور عزيز الخارج والله العظيم الله يلسى دائما سعيد جدا بلقاءك أخويا طارق وأسعد دائما باللقاء والإضافة الفنية اللي يعني كبير للدكتور عبد العزيز حبيبي محل تقدير واحترام واعتزاز على المستوى الشخصي وحتى على المستوى البرامجي شكرا محمد الماس من جدة شكرا شكرا عطني رأيك يا دكتور يال أولا شكرا لأستاذ محمد وأنا دائما سعيد أكون معه حتى يعني في أكثر من برنامج وأستفيد أنا شخصيا الله يأتك العافية شوف أنا أقول فيه صوت عالي للدور السعودي صوت عالي جدا لكن بدون مستوى فني مقنع والجمهور يحضر للمستوى الفني قبل كل شيء صحيح النتائج لها تأثير حتى والفريق يخسر لكن لو مقنع فنيا في أرض الملعب يجيك من مباراة الجاي حتى لو خسرت لكن مستوى صوت عالي في ضجيج إعلامي برامج لقاءات لكن لما تجي على أرض الواقع المستوى الفني ضعيف سواء في الأداء الفني من اللاعبين أو حتى أخطاء المدربين التمرير الخاطئ خروج الكرة خارج ملعب كثير الوقت الملعوب الحقيقي قصير جدا لا نشاهد كرة قدم الحقيقة مقنعة لما يصرف على الدوري من مدربين كبار وملايين من لاعبين أجانب وملايين من برامج إعلامية وتغطي إعلامية رخمة جدا لا تتوازى أبدا مع المستوى الفني وأنا أحمل أكثر شيء اللاعبين أنفسهم لا يحترمون الحقيقة الاحترافية الحقيقية ولذلك لا تشاهد مستويات متصاعدة للأداء ومقنع بخصت حق دورينا يا دكتور مرة لا لا هذه حقيقة بخصت كثير لا لا هذه حقيقة في صوت عالي نعم أضيف لهذا بيئة الملعب حينما أروح الملعب لازم لا صارت حلوة حلبي أحسن من أول لا ممكن لها ملعبين أحسن من أول ملعب أو ملعبين لكن باقي الملعب يعني غير مريحة تحتاج إلى مزيد من التهيئة والتصحيح حتى تكون في أحسن حال طيب أروح الفاصل أخير يا دكتور أروح إلى الفاصل أخير ونرجع نكمل بعد الفاصل أهل وسهلا فيكم من جديد دكتور هل لازم إحنا نتقف جمهورنا عشان ما يقعد يزعل من أي مباراة هل مطلوب من عندنا أن يكون في وعي أكثر للجمهور أحيانا غياب الجمهور ولا نقول للاعبتنا ولا نقول للاعبتنا يا جمهور لا تخسروا أبدا لا تخسروا جمهوركم ترى دورينا يستحق الحقيقة أنه انطوره المفروض يعني اللاعبين أمامهم رسالة بصراحة في ظل ما يصرف وظل ما يتعرض له من تدريب والاتزام وانضباط يرتفع المستوى نشاهد أداء فني ممتاز أنا متأكد حتى لو الفريق يخسر إذا هو يقدم مستوى فني ممتاز الجمهور سوف يحظر مبارات القادمة حتى يتفائل أن يكسب ولكن إذا ما أقنعتني فنيا في الملعب المبارات الجاية أنا ما أجيك وهذا طبيعية جدا لكن كل ما تلعب وتأدي أداء ممتاز والأداء في الملعب منظم وأداء اللاعبين بروح عالية وبتنظيم جيد ليست اجتهادات تأكد الجمهور يحظر المباريات الممتعة الدليل أنت تتابع أنت الآن الدور الأوروبي والجميع يتابع ليش لأن فيه كرة تشاهدها ممتعة جدا الأمان وشاهدها الحقيقة في الدور السعودي أقل بكثير مما من الضجيج اللي صعير من خلالها ممتاز آسيوين بس نذكر الجمهور الرياضي بأن الهلال تفوق على الجزيرة الإماراتي بهدف مقابل ألف مبروك للهلال الحقيقة ثلاث نقاط في غاية الأهمية في مشواره الآسيوي اللي إن شاء الله تعالى نتمنى أنه يستكمل على خير إن شاء الله الاتحاد يتعادل سلبا مع النصر الإماراتي وبالتأكد نحن نعرف أن الأهلي أمس خسر من العين 2-1 والنصر خسر أيضا بنتيجة ثقيلة من الأخوية 4-0 دكتور قراءتك للفرق السعودية منطقية ترى بالنقاط بالترتيب عطينا لو سمحت ما تشاهد منطقيا بالنسبة للنصر ظروفه الإدارية والإحباطية عند اللاعبين له تأثير على النتائج والدليل شاهدنا مباراة ما كان فيها النصر حاضر نهائيا الثالث بخمس نقاط وحدة وحدة النصر الثالث بخمس نقاط ما أقوله لكن لا زال له آمل طبعا كبير جدا أنا أتمنى بالنسبة للنصر يركز أكثر على المشاركة الآسية ويبدأ يقلل الاهتمام بالدوري لأنه موقعه ما عنده مشكلة في الموقع ما عنده مشكلة فيه اللحني الرابع بثلاث نقاط طبعا هو واضح أن توجه إدارة النادي ومدرب الفريق أن التركيز على الدوري لحظتها أمس أنتها؟ لحظتها مباراة ما نصر في مجموعة ريحهم المدرب والتصرف منطقي والمجموعة اللعبت كان عندها استعداد عالي جدا لأنه عنده بدل على مستوى عالي طب الاتحاد ترتيب الثالث من أربع مباريات هو استمرار الأداء في الدوري والمبطالة الآسيوية للتحاد يحتاج إلى إعادة نظر في كثير من الأمور على مستوى اللاعبين على مستوى الإدارة في انتخابات قادمة في جوانب كثير مؤثر لكن الفريق مهم جدا للكرة السعودية بجماهيره وبحضوره الهلال ترتيب الثاني عنده ثمان نقاط من أربع مباريات منطقي لكنه مع الجزيرة على سميثال في مباراة الدور الأول يعني هو خسر في الثواني الأخيرة كان بإمكانه أن يضيف أكثر الهلال لديه أكثر على مستوى الفني والمدرب يعطي فرصة الآن سواء إجبارا بسبب الإصابات في تدوير واضح بالنسبة الهلال والنتيجة مقنعة بالنسبة الهلال أنا ما أدري ليش مصر لأنه أقول لك أنه دوري نزيم وفي خير في إثارة في إثارة موجودة حتى بعض مباراة في كثير مباراة فنية كويسة طيب أذكر لي مبارتين كل الدوري تبيه زين كل زين تبيه بحلال عاد أنت مشي لي سلك لي طيب سلك لي يلا ماشي لا الإثارة موجودة طيب لكن مستوى فني مقنع لا صحيح شكرا محمد الماس من جدة كان معنا في هذه الحلقة شكرا دكتور عبد العزيز الخالد على أرائك الحقيقة الفنية وغير الفنية شكرا رغم اختلافين معك سعيد جدا أبو زياد كمنا نكون فعلا كنا خفيفين وأضفنا شيء للمشاهد الله يبارك شكرا لك شكرا لكل زملائي اللي كانوا معنا في هذه الحلقة ببرنامج آخر شوط نلتقيكم بإذن الله تعالى بشكل مستمر باستثناء الأيام اللي فيها مباراة نحن لا نسعد بشوفتكم بإذن الله تعالى إذن الله جاء لنويكم بالإحياء في حلقات قادمة نلتقيكم بإذن الله على خير وسعادة سلام اشتركوا في القناة